في هذه المحاضرة رح نتحدث عن الدوال الشرطية والدوال المنطقية شو نقصد بالدوال الشرطية الدوال الشرطية هي الدوال التي تضع شرط اي تقوم بتنفيذ عملية معينة بناء على تحقق شرط معين او عدم تحققه طبعا هذه الدوال هي الدوال الشائعة في كل لغة برمجية اذا حضرتك مطلع على لغات البرمجة فاكيد تعرف من اساسيات لغات البرمجة هي الدوال الثلاث الشائعة اللي هي دالة الاف ودالة الوايل ودالة السويتش كذلك في الاكسل هناك هذه الدوال التي تقوم بالشرط وهي دوال مفيدة جدا واعتقد ان في اي برنامج تقوم بانشاء او اي مشروع وتقوم بانشاءه في اكسل لابد ان تحتاج هذه الدوال هذه الدوال اللي راح نتناولها لهذا اليوم هي دالة الاف ودالة السويتش والدوال المشتقة من هاتين الدالتين عدنا هذا المثال اللي هو جدول خلي نقول انه هو هذا جدول لدرجات الطلبة يحتوي على السعي السنوي للطلبة لكل طالب والامتحان النهائي وهنا درجة المجموعة الدرجة النهائية اللي هي مجموعة السعي مع مجموعة الامتحان النهائي هذه بمعادلة بسيطة مجموعة السعي السعي زائد الامتحان النهائي تطلع الدرجة النهائية لكن احنا نريد بناء على هذه الدرجات النهائية ان نحدد مثلا هنا في هذه النتيجة احنا راح نجي لكل حقل من هذه الحقول نحدد بناء على هذه النتائج على هذه الارقام نحدد هل ان الطالب هذا ناجح ام راسب في حقل النتيجة كذلك نحدد التقدير التقدير المعمول فيه في المؤسسات الاكاديمية انه تعطى للطالب ما تعطى درجات للطالب هذه الدرجات هي خاصة باللجانة الامتحانية او خاصة بالاساتذة او مسؤولين على الامتحانات يشوفوها لكن ما يعطى للطالب وتظهر فيه نتيجته خصوصا في الدراسات الاولية والدراسات العليا هو التقدير ما يسمى بالتقدير التقدير اللي يتكون من خمس اجزاء ياما امتياز ياما جيد جدا جيد متوسط ومقبول او غير مقبول او راسب فبناء على هذه الدرجات ايضا نمنح تقديرات للطلبة بناء على درجاتهم فاللي درجته يعني مثلا من الستين الى التسعة وستين تكون تقديره متوسط اللي درجته من التسعين الى تسعة وتسعين او الى مئة يكون تقدير امتياز وهكذا هذه كيف نعملها طبعا هذه نعملها من خلال دالة اف من خلال دالة اف هنا هذه الدرجات حاليا هسا انا اريد اطلع النتيجة وهذه النتيجة هي تتكون من يعني two outcomes تتكون من نتيجتين يأما احدد الطالب ناجح او راسب اعتمادا على درجته طبعا هنا الاعتماد على الدرجة يكون اكيد اذا كانت الدرجة هي من مئة هذه الدرجة فبطبيعة الحال انو الطالب اللي درجته من خمسين فما فوق يعتبر ناجح ومن تسعة واربعين فما دون يعتبر راسب فاذا نحن نحتاج الى تحديد هل ان الطالب ناجح او راسب اوتوماتيكيا كيف باستخدام دالة اف دالة اف اذا نضغط مثلا هنا في نريد النتيجة تظهر هنا ونكتب في هذه خانة او شريط الصيغة نكتب دالة اف او نذهب الى ادراج دالة ونجد انه هذه الفئة القائمة الدالات الاخية او تحديد فئة نجد انه ضمن الفئة الدوال المنطقية رح تظهر انه هذه مجموعة الدوال المنطقية طبعا يمكنك تصفح هذه الدوال هي كلها دوال شرطية ومنطقية هذه هي دالة اف او يمكنك هنا كتابة دالة اف والانتقال ستظهر لك دالة اف هذه دالة اف عند الضغط على موافق هنا هذه الخانات يقول اللوجيكل تيست اللوجيكل تيست معناه هو الشرط اللي على اساسه رح ترجع قيمة اذا تحقق او ما ترجع قيمة اذا تحقق طبعا دالة اف هي بمعنى اذا فمثلا لدي انا هاتف اريد بيعة موبايل جهاز موبايل هذا الجهاز اقول اذا لديك سعر هذا الجهاز فسا استطيع يعني بيعه لك يعني اذا كان لديك هنا وضعت شرطا انا انه لديك هذا السعر سعر الجهاز فاذا اذا تحقق هذا الشرط فانني سابيعه لك اما اذا لم يتحقق فهنا ساقول لك اسف لا استطيع بيعه لك هذه في الحياة الواقعية دالة اف ايضا نستخدمها في العمليات المنطقية في لغات البرمجة وفي البرامج الاحصائية او البرامج الحسابية بوضع شرط ونفحص القيم اذا كانت القيم متوافقة مع هذا الشرط او تندرج ضمن هذا الشرط فاذا ستتحقق نتيجة معينة اما اذا كانت القيم لا تحقق هذا الشرط فستكون هناك نتيجة اخرى وطبعا هذا هو مخطط لدالة اف دالة اف هنا اذا يتم فحص القيمة فحص المدخل اذا تحققت اذا حققت هذه القيمة الشرط فاذا يمكنني ان اخرج منها قيمة معينة او نتيجة معينة اما اذا لم تحقق هذا الشرط فستخرج نتيجة اخرى اذا دالة اف هي وضع القيمة على مفترق طرق فاما او حاليا نحن نريد هنا تحديد ما اذا كان هذه الدرجة المعينة هنا هذه الدرجات ونحن اخترنا الخلية الاولى حتى نستطيع توسيع المعادلة الى بقية الخلايا في الحقل فهنا نفحص هذه الدرجة ونقول اذا كانت هذه الدرجة نحن نريد هنا الشرط نريد تحقق شرط النجاح وشرط النجاح معلوم انه اكبر من خمسين اذا كانت الدرجة الكلية هي مئة فدرجة النجاح هي خمسين فهنا الشرط يقول اذا كانت اذا كانت ما الذي يكون اذا كانت الخلية هذه يعني مثلا هنا نحدد هذه الخلية دي تو محتويات الخلية اذا كانت دي تو اكبر او يساوي هكذا نكتبها علامة الاكبر وعلامة يساوي خمسين هنا هذا هو الشرط سيتم فحص القيمة الموجودة في دي تو بناء على هذا الشرط اذا تحقق الشرط ما الذي نريده عندما يتحقق الشرط ما الذي نريد ارجاعه نريد ارجاعه ان تكتب لي كلمة ناجح طيب يقول لي طيب اذا لم يتحقق هذا الشرط ما الذي سارجعه لك اقول له ارجع لي كلمة راسب فبالتالي الان اصبح هذا هو الشرط الذي سيتم فحص الدرجة أو فحص القيمة على أساسه فإذا تحقق الشرط سيرجع لي كلمة النص ناجح وإذا لم يتحقق سيرجع لي النص راسب أضغط على موافق لاحظ تحقق الشرط إذن أرجع لي النص ناجح عندما أوسع هذه المعادلة طبعا حتى تأخذ كل القيم لاحظ هنا فحص الشرط في الأربعة وثمانون ناجح هنا فحص الشرط السبعة وثلاثون هي أقل من خمسين إذن أعاد لي القيمة لاحظ هنا هذه المعادلة إذا كانت القيمة في دي فور أكبر من أكبر وتساوي خمسين أرجع لي ناجح لا تساوي ذلك أرجع لي راسب هي لا تساوي ذلك لا تحقق الشرط إذن أرجع لي كلمة راسب وهكذا بالنسبة لبقية القيم هذه هي دالة إف ببساطة طبعا هنا نحن فحصنا شرطا واحدا يمكننا طبعا فحص عدة شروط مثلا أنا لا أريد الالتزام بشرط واحد مثلا أنا أقول لك إذا كان لديك المبلغ الكافي من المال لشراء هذا الهاتف وكذلك لديك النية وكذلك تستطيع استخدام لاحظ أنا أضع الآن عدة شروط إذا تحققت هذه الشروط جميعها أو أيا منها فيمكنني هنا أن أحدد النتيجة التي ستظهر فمثلا إذا كان لديك المال لكن لم يكن لديك النية ولا كانت لديك القدرة على استعمال الهاتف فأقول لك أوكي سأبيعه لك لكن سأعلمك عليه أو إذا كنت لا تملك المال ولكن لديك النية ولديك المعرفة بالهاتف ويمكنني أن أقول لك طيب سأقرضك المال لاحظ أنني سأتعامل مع الشروط بتنسيق وأجمع هذه الشروط حتى أخرج عدة مخرجات إذن هنا دالة F تخرج لي طريقين دالة F هي تعطيني طريقين استخدمت دالة F في إعطائي كلمة ناجح أو راسب لأنني أحتاج إلى تحديد طريقين فقط معلومتين فقط لا غيرهما وهي معلومة ناجح أو راسب لكن إذا أردت يعني مثلا اعتمادا على هذه القيم أردت تحديد عدة طرق يعني مثلا السبعة أو الأربعة وثمانون ماذا سأعتبرها؟ أعتبرها ممكن أن أعتبرها من ضمن عدة يعني من ضمن عدة مخرجات مثلا أريد أنا المخرجات أن تكون لي ليست فقط ناجح وراسب لا قد تكون لي مثلا خمس مخرجات خمس نتائج مثلا أريد التقدير امتياز جيد جدا جيد متوسط ومقبول وغير مقبول ست مخرجات فكيف يمكنني أن أفحص هذه القيمة اعتمادا على ما موجود على هذه القيمة يعني وأحدد هي أي من المخرجات ستأخذ هذه الحالة يمكننا باستخدام دالة أخرى هي مشابهة لدالة الـ F ولكن هذه الدالة هي موجودة حاليا فقط في إصدار الأوفيس 2019 موجودة وهي دالة الـ F-S يعني I-F-S واللي هي نفس دالة F لكن لا تأخذ شرطين لا تأخذ شرط واحد بل تأخذ عدة شروط ويمكنها فحص عدة شروط وإخراج نتائج بناء على تحقق أحد هذه الشروط أو جميعها فدالة F-S من إدراج دالة ونجدها في فئة الدول المنطقية هذه دالة F-S I-F-S هنا ستفحص عدة شروط وإرجاع قيمة تطابق أي شرط من هذه الشروط نضغط على موافق لاحظ هنا نريد فحص تعريض عدة شروط على مثلا الـ 64 أو على الـ 65 نريد الـ 65 درجة الـ 65 نعرضها على عدة شروط أيهما تحقق سأعطي النتيجة المرجوة مثلا أقول لك هنا أعرض عليك عدة شروط أيهما تطابق سأضع النتيجة سأقول أنك حققت النتيجة الفلانية مثلا الشرط الأول سأعرض عليك أقول لك هل أنت محمد ستقول لي لا طيب هل أنت عصام ستقول لي لا طيب هل أنت خالد ستقول لي لا طيب هل أنت علاء ستقول لي نعم مثلا إذن أنت علاء وهكذا سأضع عدة شروط وأبحصها وأصلطها عليك تدريجيا هذه الشروط أيهما تحقق سأقول أنك حققت هذا الشرط وسأعطي النتيجة فبالتالي أنا أريد أن أفحص هذه الـ 65 هل هي امتياز لا هل هي جيد جدا هل هي متوسط هل هي جيد وهكذا فالشرط الأول أقول الـ D2 هل هي أكبر أو تساوي 90 يعني هذا هو الـ range أو المدى للامتياز من 90 إلى 100 فأكبر أو يساوي 90 إذا كانت هذه الحالة إذا كانت 65 أكبر أو تساوي 90 فأرجع لي كلمة امتياز الشرط الثاني إذا لم تحقق الـ 65 هذا الشرط الشرط الثاني هل الـ D2 أكبر أو تساوي 80 لأن لأن أريد أن أفحصها جيد جدا فالجيد جدا هي من 80 إلى 89 هل الـ D2 أكبر أو تساوي 80 إذا كانت الحالة نعم أكبر أو تساوي 80 إذن أرجع لي الكلمة جيد جدا الآن نفحص الشرط الثالث هل الـ D2 أكبر أو تساوي 70 إذا كانت هذه الحالة فأرجع لي الكلمة جيد الشرط الرابع هل الـ D2 أكبر أو تساوي 60 إذا كانت هذه الحالة فأرجع لي كلمة متوسط وبعد ذلك أيضا هل الـ D2 أكبر أستمر بالشروط لأن لدي أنا عنده شروط من الدرجات أكبر أو تساوي 50 إذا كانت الدرجة من 50 إلى 59 فأرجع لي كلمة مقبول أو مستوفي وإذا كانت الـ D2 أكبر أو أصغر أو تساوي 49 يعني من 49 فما أدون فأرجع لي كلمة راسب أو كلمة غير مقبول لاحظ هنا وضعت عدة شروط سأفحص الخلية محتويات الخلية أو القيمة بناء على هذه الشروط فهنا سيتم ماذا ستعمل دالة الـ IFS ستأتي وتفحص الشرط الأول تحقق خير على خير لم يتحقق تقفز إلى الشرط الثاني تحقق لا تقفز إلى الشرط الثالث تحقق لا تقفز إلى الشرط الرابع تحقق نعم لاحظ هنا true تحقق إذن سترجع لي كلمة متوسط إذا لم يتحقق أيضا ستقفز إلى الشرط الأخير الشرط الآخر ثم إذا لم يتحقق الشرط الأخير وإذا لم تحقق أي شرط فسيرجع لي قيمة false سيقول لي أن هذه القيمة لم تحقق أي شرط فالآن موافق لاحظ ما الذي حدث تم إعطاء التقدير متوسط إلى الدرجة 65 نقوم الآن بتوسيع هذا التحديد لاحظ هنا الأربعة وثمانون أخذت جيد جدا لأنها حققت هذا الشرط دي ثري هنا دي ثري الأربعة وثمانون في الدي ثري هي أكبر أو تساوي ثمانون إذن جيد جدا ستأخذ الكلمة أو التقدير جيد جدا السبعة وثلاثين راسب غير مقبول لأنها أقل من تسعة واربعين الخمسة وخمسين مقبول الثمانية وخمسين مقبول الثنية وثنين امتياز وهكذا تم إعطاء التقدير لكل درجة من هذه الدرجات باستخدام دالة الآي ف دالة الآي ف هي نفس دالة ال الف لكنها تأخذ عدة شرط وليس شرطا واحدا دالة الف تأخذ شرطا واحدا وبالتالي على أساس هذا الشرط تعطي نتيجتين فقط إما أو لكن دالة الآي ف لا تعطي عدة نتائج إما أو 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 إلى أي عدد من المخرجات أو النتائج هذه بالنسبة إلى دالة الآي ف وإلى دالة الف نأتي إلى دالة مهمة أخرى وحقيقة هذه الدالة هي موجودة في الأوفيس 2019 فقط وهي دالة سويتش دالة سويتش إذا من إدراج دالة وبحثنا في الفئة الدوال المنطقية هذه دالة سويتش دالة سويتش هي تقريبا مشابه عملها لدالة الآي ف ولكنها تختلف عن دالة الآي ف بأنها لا تحدد مجموعة مدىات من القيم دالة الآي ف تحدد مدى من القيم يعني إذا كان مدى القيم من 90 فما فوق إعطيني التقدير امتياز دالة السويتش لا تعرض القيم التي تريد فحصها تعرضها على عدة شروط أو بالأحرى تعرضها على عدة قيم مدخلة مسبقا فإذا تطابقت القيم مع جدول أو قائمة القيم التي في دالة سويتش سترجع لي خراج أو نتاج بناء على هذا التطابق خلينا نفحص هذه الدالة و نشوف شنو اللي راح تسوي هنا سنقوم بفحص الطلاب وسنحدد المرحلة التي سينتقل إليها بناء على نتيجته ناجح أم راسب فهنا نفحص نحدد نقول إذا كانت لاحظ نضغط هنا إذا كانت هذه ناجح مثلا هذه الخلي F2 إذا كان ما مكتوبا في F2 بالضبط كلمة ناجح أو حتى إذا كان هناك رقم المهم أن تكون القيمة بالضبط لا يتحمل مجموعة قيم هي قيمة يعني هي قيمة يجب مقارنتها بتعبير يعني هنا أقارن القيمة ناجح مع ما موجود في F2 إذا تطابقت فإذا كان مثلا موجود في F2 مكتوب 10 فهنا أكتب 10 إذا تطابقت ما موجود هذه كلمة ناجح مع ما موجود في F2 إذن أكتب لي أكتب لي المرحلة التالية يعني يعني نريد أن الطالب إذا كان ناجح ينتقل إلى المرحلة التالية أو طبعا يمكننا هنا أيضا وضع قيم أخرى أو إذا كانت F2 تحتوي على الكلمة راسب فأكتب لي يبقى في مرحلته يمكن أن يفحص عدة شروط أخرى إذا كانت لا ناجح مثلا كان مكملا أو انتقل إلى الدور الثاني فيمكنه المحاولة يعني أي شرط المهم أنه أنا أقارن ما موجود في الخلية مع ما موجود في القيمة بالضبط فهنا موافق لاحظ أنه فحص هذه القيمة وهنا سويتش يقول هنا يقول ما موجود في الأفتو إذا كان يطابق كلمة ناجح فانتقل إلى المرحلة التالية أما إذا كان يطابق كلمة راسب فاكتب لي يبقى في مرحلته حاليا هو طابق كلمة ناجح إذن ينتقل إلى المرحلة التالية يمكن طبعا توسيع هذه المعادلة لاحظ مثلا هذا راسب يبقى في مرحلته هذا راسب يبقى في مرحلته اعتمادا على الدالة سويتش إذن الدالة سويتش هي تقوم بالتبديل بين الشروط اعتمادا على المقارنة بين ما موجود في المدخل في الخلية التي تريد أنت المقارنة عليها وما موجود من قيمة تريد المقارنة معها إذا تحقق الشرط ترجع لك الخيار أو ترجع لك النتيجة التي تريدها إذا لم يتحقق الشرط ستقفز إلى القيمة التالية وتفحصها ستفحص الخلية مع القيمة التالية إذا تطابق الفحص فترجع لك الشرط الذي ترجع لك النتيجة التي حدتها إذا لم يتوافق فكذلك تعود أو تقفز إلى الشرط التالي وهكذا كما هو مبين في هذا المخطط دالة سويتش تقوم بالتحقق من القيمة المدخلة إذا طابقت قيمة معينة ستكون هناك مقارنة إذا طابقت هذه القيمة فستؤدي إلى نتيجة معينة إذا لم تطابق هذه القيمة فستنتقل بالفحص إلى القيمة التي بعدها ستقارن الخلية مع هذه القيمة وإذا طابقتها ستنتقل أو ستخرج لك النتائج إذا لا فستنتقل وهكذا تتحقق من كل القيم وبالتالي ترجع لك النتائج بناء على التطابق مع أي قيمة من هذه القيم هذه بالنسبة لدالة ايضا يمكن إجراء عمليات جمع وطرع عمليات رياضية بالإضافة أو مع العمليات المنطقية فمثلا هنا في هذه الدرجة بعد المساعدة إذا أردنا على سبيل المثال مساعدة هؤلاء الطلبة يعني مثلا الراسبين منهم مثلا الراسبين منهم أريد أن أعطيهم درجة زيادة على درجة درجتهم النهائية ولتكون مثلا خمس درجات ولكن سأضع شرطا هنا الشرط يقول إذا كان الطالب راسب أو إذا كان الطالب بدون درجة النجاح فسأساعده وأضيف له خمس درجات على درجته حتى تصعد أو تزداد درجته قليلا فباستخدام دالة مثلا فباستخدام أيضا دالة هنا نقول إذا كانت الديتو أصغر أو تساوي 49 إذن الفاليو فالتر يعني إذا كانت أصغر أو تساوي 49 فإذن ديتو زائد خمسة وإذا كانت لا ليست يعني 49 يعني ليست أقل من 49 إذن أرجع لي فقط الديتو فإذن هنا لاحظ أن وضعت أيضا القيمة ليست فقط أن التحقق عندما يتحقق الشرط ليست فقط مجرد قيمة ثابتة بل يمكنني اتخاذ إجراء أيضا وجمع عملية معينة أو القيام بعملية رياضية معينة فهنا سأبحث الديتو سأبحث الدرجة إذا كانت أقل من 49 أو لنقول هي أقل من 45 حتى تصبح درجة نجاح يعني إذا كانت الدرجة أقل من 45 أو تساوي 45 فإجمع لي درجة أضف 5 درجات على هذه الدرجة أما إذا لا هي الدرجة أكبر من 45 فإجعل ليها كما هي لا تضيف أي درجة عليها فأضغط على موافق لاحظ الآن هذه الدرجة لم تحقق هذا الشرط فإذن بقيت على حالها ولكن إذا سحبنا الآن وسعنا التعميم لاحظ 48 أصبحت 48 بقيت على حالها 37 أضيفت لها لماذا لأنها حققت الشرط وأضيفت لها الدرجة هنا درجة المساعدة 55 لم تضاف 96 42 أضيفت لها الدرجة 26 أضيفت لها الدرجة 76 لم تضاف لها الدرجة فهنا أيضا يمكننا القيام بإجراء وإجراء عملية تحقق شرط معين هناك دوال أخرى أيضا مشتقة من دالة if هناك مثلا دالة sum if وهي الدالة التي تقوم بجمع نطاق معين من الأرقام اعتمادا على الشرط وكذلك دالة count if تقوم بعد نطاق أيضا قيم معينة عند تحقق شرط ودالة average if التي تأخذ المتوسط الحسابي عند تحقق شرط فمثلا دالة sum هنا أريد أن أجمع درجات الناجحين مثلا هنا مجموع درجات الناجحين ولأعطيها دمج وتوسيط مثلا مجموع درجات الناجحين أريده هنا هذا مجموع درجات الناجحين أريد أن أجمع الدرجات الناجحة فقط فهنا يمكن أني استخدام دالة sum if يمكن أني كتابة هنا كتابة sum if وانتقال ستظهر لهذه الدالة هذه الدالة هنا لاحظ هنا يقول لك ما هو مدى القيم التي تريد فحصها أنا أريد فحص هذه القيم كلها فأحدد هنا هذه القيم وأقول له أفحص لي القيم من الـ إلى الـ سبعة أو إلى الـ دعش عفوا طيب ما هو المعيار المعيار أقول له إذا كانت هذه القيم أو إحدى هذه القيم أكبر أو تساوي خمسين إذن إجمع لي هذه القيم هنا يمكنني ترك هذه المساحة فارغة أو يمكن إعادة تحديد هذه القيم أي أقول له إذا كانت مثلا درجات أكبر من خمسين فإجمع لي هذه القيم أو إجمع لي قيم أخرى مثلا أحدد له القيم التي يريد جمعها هنا مدى القيم الذي سيتم فحصه وهنا يمكنني جمع وهنا الشرط وهنا ما القيم التي يريد جمعها إذا تحقق الشرط طبعا فيمكنني هنا أن أضيف هذه القيم نفسها حتى يفحص منها ويجمع منها أو يمكنني أنه فقط أفحص هذه القيم وأحدد قيم أخرى لتجمع بناء على تحقق الشرط في هذه القيم فالآن أضغط على موافق لحظ مجموع الدرجات الناجحة في كل هذه القيم هو 494 أيضا هنا إذا أردت معرفة عدد هم الذين تتخطى درجتهم درجة النجاح والتي هي 50 إذن يمكنني استخدام دالة COUNT IF أي قم لي بالعد إذا تحقق الشرط معين COUNT IF يمكنني كتابة هذه الدالة COUNT IF وانتقال ستظهر لهذه الدالة موافق لاحظ الرينج ما هو الرينج أي ما المدى الذي أريد فحصه أنا أريد أن أفحص هذه الدرجات فأحدد هذه الدرجات هذا هو الرينج من D2 إلى D11 ما هو المعيار المعيار أقول له قم لي بعد الدرجات التي هي أكبر أو تساوي 50 لأن هي الدرجات الناجحة أكبر أو تساوي 50 وهنا أضغط على موافق لاحظ ستصبح ناتج العملية هو 7 أي يوجد هنا 7 ناجحين فقط 7 أشخاص درجة نجاحهم أو درجتهم هي أكبر من 50 إذن باستخدام دالة count if استطعت العد على أساس شرط معين وهذا الشرط يقول لي أنه count if أفحص لي هذا range أفحص لي وإذا كان أي درجة في هذا range في هذا المدى وفي هذا النطاق أكبر من 50 إذن عدها لي فهنا أعد 7 درجات هي أكبر من 50 إذن هم 7 ناجحين طبعا يمكن أيضا استخدام دالة average if ودالة average هذه دالة انتقال هذه دالة average if أي يقوم ب إنتاج متوسط بناء على شرط معين فأقول له مثلا هنا متوسط درجات الناجحين أريده أريد فحص هذه الدرجات أريد فحص هذا النطاق من الدرجات المعيار إذا كانت درجة من أي هذه الدرجات هي أكبر أو تساوي 50 فهنا أظهر لي المتوسط طبعا يمكنني هنا ترك هذه المساحة فارغة أو يمكنني تحديد نطاق نفسهم من الدرجات أو نطاق آخر أريد فحصه اعتمادا على الشرط المتحقق على هذا النطاق فأضغط على موافق لاحظ متوسط أو معدل درجة النجاح الناجحين يعني معدل درجاتهم هو 70.57 يعني هذا الرقم وهذا ما يخص استخدام هذه الدوال الشرطية التي هي يمكن أيضا دمجها مع الدوال الغياضية أو العمليات الغياضية ترجمة نانسي قنقر